ميذلنا باسم الوطن ميذلنا باسم الوطن نحن الوطن نحن الوطن نحن الوطن نحن الوطن مش حاجز وضابط امن في رد على ابناء الوطن في السويداء ورسائلهم الثورية لبشار اسد وعصابته الحاكمة خلال مظاهراتهم المتواصلة لليوم الثامن والسبعين على التوالي مجهولون يغتالون مهندسا ينتمي لتجمع يشارك اعضاؤه في الحراك الشعبي بالمحافظة احرار المعلمين احرار المهندسين احرار الراحة شبكة السويداء 24 المحلية اكدت مقتل المهندس رمزي محمود المحيثاوي احد اعضاء تجمع مهندسي السويداء المشارك في الاحتجاجات الشعبية من قبل مجهولين خلال عمله في بستانه بمنطقة ظهر الجبل شرق مدينة السويداء مشيرة الى ان عائلة المحيثاوي الذي دخل العقد السادس من عمره تلقت نبأ العثور على جثمانه مقتولا في بستانه فيما عثر على سيارته في مكان قريب من البستان في وقت اكدت فيه شبكة الراصد ان المهندس الستيني ظهر يوم الجمعة الماضية حملا لافتة كتب عليها تجمع مهندسي السويداء خلال دخول وفد المهندسين ساحة الكرامة للمشاركة في المظاهرة الشعبية هذه العصابة تعمرت سوريا بالمخدرات بالفساد بالكذب جوعت الناس جوعت العالم بأن سلطنا يوصل للعالم كله هذه العصابة ما عاش بنا إياها نحن عم نطلع نرسقطه ونسقطه وانتهت من السويداء الخالفة ثوار السويداء الذين وجهوا أصابع الاتهام لميليشيا أسد وشبيحته بدأوا مظاهراتهم اليومية بالوقوف دقيقة صمت على روح المهندس رمز المحيثاوي وحمل لافتة تؤكد على أن ساحات الحرية ستفتقد حضوره وسط مضي الأهالي بالاحتجاجات المنددة ببشار أسد والمطالبة بإسقاط نظامه فضلا عن الخروج بمظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة والتنديد بصمت الدولي حيال المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في القطاع وأن ما يفعله نيتنياهو هو السير على النهج الإجرامي لبشار أسد